طبعاً الاختلاف أول حاجة هو وجود الربطة الاندية ده في حد ذاته خطوة إيجابية واختلاف عن ما سبق أعتقد في اتجاه إيجابي زي ما احنا شوفنا بعدنا سنين بنطالب بوجود ربطة الاندية فوجود الربطة خلى فيه أمل أن احنا نروح لبطولة تتطور مميزة شوفنا حوالينا في بلاد العربية لطبقة الدوري المحترقين إزاي وجود ربطة الاندية ساعد على تطوير المنتج اللي هو الدوري فنياً واقتصادياً وتسويقياً وإعلامياً كمان لأنه هو في الآخر منتج لازم نتعامل معاه لأنه هو منتج رياضي اقتصادي والدوري المصري فيه مقاومات تخلينا نقدر نوصل لأن في يوم من الأيام يبقى الدوري المصري ده أعلى قيمة اقتصادية وإعلامية وبالتالي فنية لمسابقة رياضية في الشرق الأوسط هو حركة عارف إن إحنا تقريباً بقالنا يعني يمكن عشرين يوم أو حاجة زي كده ولكن كان من اليوم الأولاني فيه نقاط رئيسية كده محضوطة في الحسبان إن هي دي النقطة اللي إحنا هنشتغل على أسألها يعني في الفترة القادمة متخيل إنه ضروري ومهم جداً للجمهور والمتابعين والمشاهدين إن الناس تبقى فاهمة برضو إن إحنا في مرحلة اللي هي من ما فيش ما كانش فيه حاجة أو ما كانش فيه ربطة لمرحلة إن إحنا عاوزين نوصل لأحسن حاجة طبعاً ده ما بيحصلش فجأة والحاجة لما بتتغير فجأة بتقع منك في النص شوية حاجات فبيبقى مهم إن إنت تاخد الخطوات المزبوطة عشان تطلع بشكل مزبوط ولكن موضوع الصورة اللي حالك سألت عليه وجودة الصورة اللي هي بتالي جودة المنتج لأنه في الآخر زي ما أنا قلت يمكن أنا الخلفية بتاعت الماركتيم كده غلابة شوية في حديثي فجودة المنتج ده في الآخر الصورة هي اللي بتعرضه الناس بتتأذى لما بتلاقي صورة مش واضحة وفيه فلو ومش باين والملعب مش باين وبتقارن ما بينها وما بين المطشاط التانية اللي بتتزاع على قنوات أخرى فمن دي وان كان فيه توجه واهتمام من الربطة وأعضاء مجلس الربطة وكان الأستاذ أحمد دياب رئيس الربطة يعني واخد الفايل ده أو الجزئية دي على عطيقه يعني في التعامل على قصة النقل التلفزيوني وتحسين جودة المنتج الإعلامي اللي هيطلع والصورة بتاعت المنتج طبعا شوفنا في حفل القرى عند كان تم الإعلان عن إن المطشاط هتبقى بحد أدنى عشر كاميرات وده هيبقى الحد الأدنى اللي احنا إن شاء الله نقدر نحافظ عليه ونستخدمه في المطشاط مع بعض المباريات الأخرى اللي ممكن يبقى فيها كمان تميز وفيها تجربة لكاميرات أكتر ولجودة نقل بشكل أفضل يعني حضور الجماهير ورجوع الجماهير المدرجات ده من الملفات الهمة طبعا ومن الملفات اللي لها أولوية كبيرة ومن الملفات اللي هي من دي وان نتكلمنا فيها داخليا في اجتماعات الربطة ووجود طبعا الأستاذ أحمد دياب كرئيس للربطة ودوره حتى كراجل نائب في مجلس الشيوخ وجود السيادة اللي هو سروة سويلم وبتواجده في مجلس الشعب وخلفيته طبعا الأمنية قبل كده طبعا كل ده بيساعد على إن الموضوع يتبصله بشكل إيجابي وده اللي كان جوانب اللي اتناقشنا فيها جوه الربطة وبعد كده الملف طبعا دوت حصل فيه خطوات كتير مع طبعا الأمن ووزارة الداخلية اللي هي جهاد كلها لها طرف أصيل في فكرة عضوة الجماهير والحمد لله الناس متبقت متفهمة إن ضرورة الخطوة دي تتم النهاردة تم الإعلان عن نرجعنا بألفين ممكن يبقى مع تجربة الألفين ممكن يبقى في خلال الموسم نفسه في نفس الموسم العدد يزيل فبالتالي يعني أنا عاوز أقول إن إحنا خلينا نبص دايما للجانب البوزيتف من الموضوع ونبوش يعني نساعد في إن الجوانب الإيجابية تتحقق من الخطوة دي عشان دي هتقربنا للخطوة اللي بعدها هتقربنا من الألفين ممكن نبقى خمسة ممكن نبقى عشرة أي إن كان يعني وبالتالي روحنا للحصن في البطولة أفريقيا الموديل اللي اتعمل الموديل اللي هو يعني نجح داخليا هنا وفي بطولة بعد كده البطولات اللي بعد كده كمان بتاعة ثلاثة وعشرين سنة وكده إن عن طريق شركة تاسكرتي الشريك اللي معها كان التحدي الكورى والراعي اللي موجود إن ده سيستم بتاع الفان اي دي وإن لو تجرب في كل البطولات العالمية يعني بطولات القرية إنه ده هيكون أساس فكرة حضور الجماهير وبناء عليه تم الإعلان إنه هيبقى فيه فان اي دي للدولة المصري الناس من خلاله نشرت تزاكى من خلال الفان اي دي ومن خلال شركة تاسكرتي في التعاون مع الربطة وكده وحنبدأ على ده إن شاء الله حيثة الأسعار لسه لم يعلن عن أسعار نهائية يعني لسه في مرحلة لسه دراسة الأرقام ودراسة الفكرة والنسب هل يعني لسه لم يعلن ده بشكل فاينل المهم في المرحلة دي إن يعني يبتدي الناس ترجع للملعب ويبتدي نأكد إن تجربة الرجوع نجحة أعتقد إن إحنا كربطة هيبقى مهم عندنا إن إحنا نمشي ماشيين مع الإجراءات الاحترازية المعلنة من الدولة في الجزء ده حتى فيما يخص جوه الملاعب كنواحي تنظيمية للناس اللي بتبقى في الملعب قوض اللبس كده كل ده بنرجع للإجراءات الاحترازية حتى في اللوايح بتاعة المسابقة نفسها مشيريم يعني فيه إشارة للبند بتاع الجوانب الاحترازية والاشتراكات الاحترازية ليه علاقة بالكورونا والفيروس فأعتقد إن في نفس الوقت أي قرار الدولة هتطبقه في أي مرحلة من المراحل بشكل عام سواء كان إن مفيش أي تعامل مع أي جهات حكومية أو مفيش مباني معينة لازم تبقى مطاعم فبالتالي ده بالتبعية أكيد حيطبق على الدوري وحضور الجماهير أكيد هو إحنا تنقشنا في داخليا في الاجتماع وكان فيه يعني رأي هل نرجع للأندية؟ لا ما نرجعش للأندية خلاص الأندية إحنا أصبحنا ممثلين لها فإحنا لازم نشوف اللي فيه صالح ليه المسابقة بشكل عام ولكن يعني توصلنا برأي يعني أغلب إن إحنا خلينا دي بداية أول موضوع أو أول تعامل ما بين الربطة والأندية فحبين إن إحنا نبقى نشرك الأندية في القرار بتاع هذا الموسم لأن برضو زي ما قلت لك إحنا تكلمنا معاهم بس ما كان الوقت دايق فما حبناش إن إحنا برضو ييجي تصور إن إنت من داي وان بتحاول إنك تفرد أمر واقع أو ما خلافه لا حبنا إن إحنا نؤكد للأندية إن الربطة هي بتمثلهم وبتحاول تشوف المصلحة حتى إحنا في العرض مع الناس قلنا لهم إحنا من ناحيتنا فنيا وإجرائيا وكده شايفين إن ممكن يكون الأنسب أو الأنسب أو الأنسب ده أحسن أو ده أوحش أو خلافه حبنا نعرض ده وما حبناش إن إحنا نبقى يعني ستريكت قوي فروم داي وان يعني وبالتالي خدنا الموضوع يعني في النقاشات مع الأندية وحبنا إن يعني ده موسم انتقالي زي ما بنقول ده موسم بتاع مرحلة انتقالية فخلينا نشرك الأندية معنا في هذه المرحلة اللي في الأول عشان خاطر هو موسم هيبقى صعب شوية ليه علاقة طبعا بالالتزامات والارتباطات كتيرة حتى إحنا بقنا كزا سنة بنقول إيه ده موسم استثنائي وده موسم صعب هو فعليا الموسم ده أصعب كمان يعني لإن طبعا فيه بطولات أكتر وفيه بطولة كاس العرب كمان فوق الكالندر وفيه يعني الجدوى المليان كتير يعني ارتبطات فحبنا ان احنا بما ان هو موسم كمان أصعب ان الأندية تبقى مشاركة معانا من دي وان وشايفة الوضع ازاي وقد ما احنا حرصين عليهم هم يبقى متفهمين ان المرحلة دي لازم نعديها نعبر بيها إيجابيا عشان نوصل للاهم بالنسبة لي بقى اللي هو بتاع الموسم الجاي ان هو ان انا الموسم الجاي اقدر ابدأ اقدر اول حاجة وده كنا مركزين عليه اقدر ان انا يبقى فيه شهر راح وده بقى لها سنين ما حصلتش فاحنا باتي يعني ان شاء الله ان شاء الله هيبقى فيه شهر راحة أندية بقى بتاخد منها جزء راحة سلبية وبعد كده فترة اعداد وكده لكن يبقى فيه فاصل زمني ما بين البطلتين اقدر ان انا ادي على اقل فترة زمانية للجهاز الفني للمنتخب ان الدوري يتلعب منه اسابيع قبل كاس العالم لان السنة الجاي فيه كاس علام في شهر 11 فعلى اقل لازم المسابقة تبقى اتلعب منها عدد من الاسابيع وقدر ان انا ان شاء الله الاهم بقى ان انا اختم بالقرب من 35 زي كل المعظم المسابقات وارجع بقى اكثر خلاص الدايرة الحلقة اللي احنا بقلنا فيها سنين دي بتاعة لخبطة الجدول وتلاحم المواسم وكده هو طبيعي ان لجنة الاندية فيه مواضيع معينة هي ممكن يبقى مش هتقدر انك تمشي وراء رأي الاندية فيها بعد كده خلاص يعني الحاجات اللي جاية مش هيبقى الاندية هي اللي بتاخد الاتجاه اللي انت مضطر تمشي عليه بالعكس انت في مرحلة اولانية كان لازم يعني فضلنا ان نعمل ده في مرحلة اولانية لكن بعد كده عشان يبقى انت اكتر واكتر بتزود من ثقة الاندية وبتزود من ثقة المجتمع يعني الكميونيتي بتاعة الكورة وكورة القدم والدوري والمسابقة ان انت بتشتغل للصالح العام يعني بتحاول تحسن الصالح العام بتاع المسابقة وان ازاي ده في حد ذاته هو يعود على بالنفع على الاندية او الاندية هتستفيد من الوضع ده فده اللي ارتقينا ان احنا في المرحلة دي يفضل ان احنا نشرك معنا الاندية في النقاش عشان الوقت يديق وهتبدأ على طول وحبنا نشرك لكن فيما بعد فيما بعد طبيعي جدا طبعا ان القرارات هتكون نبعة من الرابطة التأجيلات والفرق وكده يمكن ده برضو احد الاسباب اللي احنا خلينا الاندية طرف النقاش بتاع شكل الدوري في السنة دي لان الدوري مضغوط اكتر مسابقاته اكتر التزامات القرية اكتر والاقليمية فبالتالي حبينا ان من اول يوم ان احنا ليه دخلنا الاندية برضو طرف النقاش بتاع شكل المسابقة عشان ما يحصلش اللي كان بيحصل قبل كده ان الاندية بتقولك لا خلاص انا موافع النظام دوت طب النظام دوت قبالك انت هتضطر الفرق تلعب في افريقيا هتلعب ما بين مباراة ما بين الزهاب والعودة يقولك لا اوكي تمام بس ما منيجي على التنفيذ والتطبيق الاندية بترفض ويقولك لا او اجلي ومش اجلي وكلام منت فانا حبينا نشرك الاندية من دي وان عشان يبقى القواعد دي واضحة وصريحة بالنسبة لهم كان فيه تلات اقتراحات لشكل المسابقة يعني كان الاقتراح اللي كان انسب من وجهة نظري الشخصية يعني كان بيدي مساحة شوية ان انت طبعا هي في الاجمالي عدد المباراة اقل شوية فبيديك مساحة ان الفرق اللي بتلعب قريا مش هتلعب ما بين الزهاب والعودة معدل التأجيلات ما فيش محدود كده لكن طبعا رحنا خلاص بالاجماع والاغلبية ليه الدوري النظام العادي فبقى واضح وده كان الحاجة عامر حسين وضح برضه في المؤتمر الاعلان اللي احنا عملناه بتاع القرعة وكده ان في المراحل الاولانية هنلعب الاندية اللي تلعب في افريقيا هتلعب ما بين المنشاط هتلعب ما بين الزهاب والعودة مضطرين يعني بعد ما تم الاستقرار على الدوري النظام العادي لا هيبقى في المراحل المدوري المجموعات في كده هيبقى في مباريات للدوري ما بين الزهاب والعودة في افريقيا طبعا هيراعة ده في الادوار الاندية ان شاء الله المصرية تقدر انها تكمل للنهيات ان شاء الله هيتم مراعدة فيها لكن هو فعليا هنتطر ان احنا يبقى فيه ما بين المنشاط زي كده موضوع التأجيلات هي مش تبقى تأجيلات هي ممكن يبقى فيه ترحيل ايام لعلاقة بالمشاركات الخارجية والسفر ووصول لكن احنا يعني داخليا فيه تصور ان ما يبقاش رنج مفتوح يعني مش هنوصل لمرحلة ان زي ما كنا بنشوف مثلا ممكن ايه نادي بيلعب وفيه مطش فيه فرق مثلا سبع مطشات عن نادي تاني مش هيبقى فيه الجاب ديت لان الجاب دي حاليا فرض علينا الجدول فرض علينا انه ما يسمحش اصلا بالجاب يعني شكل الجدول بالالتزامات الخارجية مخليا ان اكبر فرق ممكن يوصل يبقى مطشين او اعتقد ثلاث مطشات ده يعني انه هي لان الجدول نفسه ما بيسمحش فبالتالي مش هيبقى فيه الجاب ده وده اللي تقلل ان دي من دي وان عشان يبقى واضح فبالتالي احنا داخليا اي حد حيطلب حاجة خارج الحدود اللي احنا اتفقنا عليها ووضحناها لهم من الاول وهم بيختاروا او بيدوا قراءهم في شكل المسابقة خلاص مش هيتم هنلتزم به الاطار اللي هو متفق عليه جزئية الديجيتال رايتس ودور السوشيال ميديا في حتى الازهار ما يتم بشكل ايجابي ده حاجة مهمة وبالتالي احنا طبعا هنفرق ان هو هيبقى فيه ظهور وتواجد للربطة على السوشيال ميديا وبشكل ديجيتال فيما يخص الربطة كهيئة او كجهة مسؤولة عن ادارة اللعبة وكمسابقة وفي نفس الوقت الناحية التانية هيبقى فيه تواجد اعلامي خاص بالمسابقة نفسه يعني هو هيبقى كسوشيال ميديا مثلا هيبقى فيه حسابات موثقة لعلاقة بالربطة وده بتغطي الربطة وقراراتها وتوجهتها واعلانها وكده وفيه حاجات لعلاقة بالمسابقة نفسه لكن فيما يخص الرايتس والحقوق وكده طبعا حريكي عارف ان احنا الموسم ده قريدي الحقوق مباعة وبالتالي لسه ما عندناش السيطرة الكاملة على الوضع في هذا الموسم ولكن احنا بنستغل ده في التطوير في عملية التطوير ان احنا فرصة كويسة ان احنا نحاول نطور وبنشوف مع الجهات المتعاونة معانا سواء الشركة الرعية بريزنتيشن الهيئة الاعلام القنوات المسؤولة لصحبة الحقوق بنناقش وبنحاول نشوف البوينت اللي محتاجها تطوير ونبتضي نشتغل عليها من دلوقتي اعتقد ان من الموسم الجديد هيبقى الوضع افضل لانه خلاص هيبقى تماما كل الصلاحيات وكل الرايتس وكل الحقوق بقت تحت ايد الربطة والربطة هي اللي بتتحكم فيها او مش بتتحكم يعني هي اللي بتدرها بشكل يحقق الاستراتيجية اللي محتوطة لصالح المسابقة وبالتالي هيبقى ساعتها في مربوطة طبعا بالجانب التسويقي بقى بتاع بيع الحقوق وهيبقى فيه طبعا تاكيجز مختلفة وهايلايتس بطريقة مختلفة ومجموعة من الكاتيجريز اللي هي متعرفة عليها في معظم المسابقات حوالينا واللي بتقدر تدي فرصة اكبر لعدد اكتر من البرتنرز والروعان اللي هم يتواجدوا ديجيتالي مع الربطة ومع مسابقة الدوري المصري البراندينج اللي خاص به الدوري العام والمسابقة ده من الحاجات المهمة جدا وعشان كده احنا شايفين ان احنا يعني احنا بدأنا نتحرك فيها ولكن في نفس الوقت مش عاوزين ان احنا نتصرع في حاجة تبقى مش على المستوى المناسب حابين ناخد وقت ان هو عارف حركة احنا ما كانش فيه حاجة خالص فمش عاوزين في فترة اقول اي لا زي ما قلت لجي احنا بدأنا عشرين يومين ومن ونص المدة دي راحت فيه حاجات الاجرائية يعني وبدأنا المسابقة عشان بس كنا مقرر انه لازم نبدأ خمسة عشر عشرة فركزنا فيه الدوري ونظامه والقرع وكده المرحلة اللي احنا بدأنا فيها فعليا دلوقتي بقى انترني في الشغل هي فيما يخص لائحة النظام الاساسي بلس الجزء اللي متعلق بالبراندينج بلس كل الفيجولز اللي هي مربوطة بالمسابقة سواء على التلفزيون مع البس وخلافه في حاجات فيها تعاون مع بعض الجهات والتارتنرز في الناحية الاعلامية في التلفزيون في شركة الشركة الرعية المشاركة معانا ومع اتحاد الكورة وكده فبنشتغل على ده يعني طبعا موجود في الحسبان ومن الحاجات المهمة جدا ولكن مرة تانية انا شايف ان يفضل ان احنا ما نستعجلش فيها بس الحاجة تطلع بشكل كويس جزئية الناحية التنظيمية للمسابقة والناحية التنظيمية للمتش اللي هو المباراة الواحدة اللي هي بالتالي بتسمع في الآخر مهم طبعا التايتلز اللي هي متعارف عليها مش عشان متعارف عليها هو مفيش تايتل معمول مالوش لازمة كل حد موجود واصبح ده من الاساسيات اللي موجودة في اي مباراة في اي بطولة في العالم هو ليه دور محدد وليه job description محدد خلال المباراة وبالتالي احنا تدريجيا تدريجيا هنرجع بعد فترة قريبة يكون معظم هذه المناصب موجودة ومعظم الاشخاص دول تم التواصل معاهم وحصل قاعدة واثنين وحصل ترينين كمان واثنين وبقينا قادرين نوصل لمجموعة منطقاء من اللي عندهم خبرات مثلا قبل كده الحمد لله مصر استضافت كمان عدد كبير من البطولات في الفترات الافيسينية الاخيرة سواء كرة قدم او حتى في اجزاء ليه علاقة بالميديا وكده حتى في الالعاب التانية يعني اللي بعيد عن ليحة كرة قدم يعني نستفيد من كل ده ونستفيد من الشباب ده ونبص كمان للوقت الدنيا بقت مفتوحة بقى فيه كمان الناس كتير دلوقت بقت بتدرس وبتاخد كورسات ومطلع على حاجات برا يعني كل ده هيبقى مفتوح الفرص دي موجودة فالربطة وإدارة الرابطة هتبقى بتدور على العناصر المؤهلة اللي هي تقدر ان هي تنفذ الواجبات او الدور اللي مطلوب منها كميديا اوفيسر كالجينيرال كوردينيتر كحاجات اللي علاقة بالسيكوريتي كل ده هنبقى حارسين على انه بقى موجود هنبقى حارسين ان احنا نرجع للأساسيات اللي لازم تبقى موجودة في الملاعب سواء بنتكلم على ميكست زون سواء بنتكلم على مناطق ليه علاقة بالمؤتمرات الصحفية وإداراتها سواء نبقى ليه علاقة بالمنصقين الإعلاميين للفرق وقصة الاحتياج للعيبة او اتنين بعد كل مباراة في الملعب يعني هنحاول ان احنا تدريجيا عشان نبقى برضو صريح لان ما فيش حاجة بتبقى فول كباسيتي من داي ون مخصوصا ان ازاي ما هرجع تاني اقول للوقت داي شوية ان احنا تدريجيا نوصل لان احنا كل ما هو نقدر نقل عليه ستاندر موجودة في اي مكان تبقى موجودة في الدورة المصري ان شاء الله طبعا هو من ضمن الحاجات الرئيسية اللي احنا بنوصلها والجانب التسويقي وعوائد البطولة يمكن احنا اعلننا عن كسر رابطة البطولة المستحدثة للربطة وهي من داي ون تم في التناقش يعني في مناقشتنا مع البرتمرز معانا ان هو تكون ان شاء الله ذات جوائز مالية مناسبة مش يعني مجرد جايزة مالية وخلاص فده اللي احنا هنقدر نشتعليه ان هو ده اللي عندنا حقوقه هتبقى من داي ون لكن في نفس الوقت الدوري العام من اول الموسم الجديد زي ما قلت من دوقتي الحقوق طبعا من اول الموسم الجديد كل النقاشات والدراسات اللي احنا بنشتغل عليها من دلوقتي بند رئيسي فيها قصة الجايزة المالية او العوائد المالية اللي هتعود على الفرق اللي هي بتتنافس المسابقة وعندها التزامات كده كنوع من فاليو للمسابقة نفسها وهو ده اللي احنا يعني ده اللي متعرف عليه اللي احنا بنحاول نطور طبعا هو وجود الرابطة ببضى عشان نربط بحاجة يعني بعيد عن الجايزة الرئيسية طبعا هو وجود الرابطة والنظام الجديد اللي حيتم اللي معلاقة طبعا بعملية الحقوق وبيع الحقوق وكده تطبيقه ده هيساعد على ان شكل المنافسة هتختلف وفكر الاندية نفسها لان انت ما بقاش زي الاول انا من بعد الاول والتاني ومن بعد او لازم نقول على الاربع الاوائل اللي هو تقديريا هما اللي بيروحوا للمسابقات القرية يعني ومن بعد التلاتة اللي بيهبطوا تحت كل اللي في النص ده بيبقاش فرق معاه لكن مع وجود الاحتراف ومع وجود دوري محترفين ونظام جديد وعوائد بطريقة مختلفة السابع هيفرق عن التامن والتاسع هيفرق عن العاشر فبالتالي كل نادح يبقى حريص انه هو يعني يدي اقصى ما عنده ويفضل المنافسة بتاعته لغاية اخر يوم لان فرق الترتيب ده هيفرق معاه فلوس فلوس دي معناها ايه معناها استعدادات لمسم جديد بشكل جديد بعوائد جديدة فبالتالي هو ده هو ده اللي بيخلي المسابقات فنيا بتعلى اي مسابقة عشان فيه دافع وحافظ انه هو يفضل على نفس الدرجة من التنافسية حتى لغاية اخر مباراة في المسابقة والتحاد الكورة طبعا هو مسؤول عن ادارة المنتخبات مسؤول عن البطولات اللي تتبعه زي كاس مصر طبعا اللي هي فيها مشاركة من الدرجات المختلفة عن الدرجة الدوري الممتاز اتحاد الكورة مسؤول عن فعليا اللي هو مفروض تطوير اللعبة ونشر اللعبة على مستوى الدولة يعني ربطة دوري المحترفين هي المسؤولة عن المنتج الخاص بالدوري المصري وهو مفروض ان فيه يبقى فيه ربطة دوري محترفين للدرجة التانية وزي ما موجود في بعض البلاد العربية حتى يعني او الأفريقية مش مش أوروبا يعني وفيه ربطة دوري المحترفين ليه علاقة بالكورة النسائية وبالدوري النسائية يمكن بس دايما انت عارف عشان دايما دي بيبقى اي حاجة فيها مرحلة ترانزيشن كده بتبقى فيها بعض النقاط كده اللي الجايز يكون كل مش عاوز اقول كل طرف لنه هو في الاخر احنا مفروض كلنا طرف واحد لنا هدف واحد اللي هو تطوير المسابقة وتطوير المنظومة يعني والدوري المصري هو اللي بمشتغل لي عليه يعني